ولا هذا الذي عليه أهل أكثر أهل العلمي أن الجماعة الثانية لا بأس بها لا بأس بها ولكن كره بعض أهل العلمي الجماعة الثانية لأمور منها أنها يعني تعين الكسالة اللي لا يحرص صلاة الجماعة أنه إذا قام له قيمة الصلاة قال ما في مشكلة ندرك الجماعة الثانية أو ندرك الجماعة الثالثة فتعين الكسالة على إهمال صلاة الجماعة هذا أمر الأمر الثاني قد يقع في قلب الإمام شيء خاصة إذا تكررت هذه الجماعة الثانية بنفس الأشخاص يصلون جماعة ثانية في أكثر من مرة يعني دائما يتأخر دائما يصلي جماعة ثانية قد يقع في قلب اليوم أن هذا ما يحب أن يصلي خلفه مثلا كذلك الجماعة الثانية لم يكن من هدي الصحابة ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقام بهذه الكثرة أو بهذه الطريقة وستثنى أهل العلمي إذا كان مسجد سوق أو مسجدا على الطريق يا طريق السفر أو غيره لأن هذا كثرة الداخلين والخارجين يتردنوا عنه فما في مشكلة بالنسبة للجماعة الثانية وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم فقد جاء عبد الله بن سعود أنه جاء معه صاحباه أظن علقم والأسود فدخل المسجد وإذا قد قضيت الصلاة فذهبوا إلى البيت وصلوا جماعة في البيت ولم يصلوا جماعة في المسجد بينما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاءوا معه جماعة أيضا وقد قضيت الصلاة فأقاموا وصلوا جماعة ثانية فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى وأما الأثر المشهور ذكروا الشيخ ناصر وغيره عن الحسن البصري أنه قال كان أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد قد قضيت الصلاة صلى الله فرادا فهذا لا يصح عن الحسن أولا ثم ثانيا هذا على سبيل الإباحة فالقصد أن الجماعة الثانية مباحة إن شئت لو دخلت المسجد وقد قضيت الصلاة فإن لقيت جماعة ثانية أنت مخير بين أنت أتم بهم وأن تصلي وحدك أو ترجع إلى بيتك وتصلي فيها لأن الأصل اللي أنت جايه هو الجماعة الأولى وهي اللي فيها الأجر فأنت جاي للجماعة الأولى فإن شئت التحق بالجماعة الثانية وإن شئت صلي وحدك وإن شئت أرجع إلى بيتك وصلي هناك كل هذا جائز أما الذين يصلون جماعة ثانية فلا ينكر عليهم والذين لا يصلون جماعة ثانية لا ينكر عليهم لو جئنا خمسة مثلا نحن فأتقل ذلك وحصل للحالة ما لأحد حق أن ينكر علينا ونصلينا جماعة ما لأحد حق أن ينكر علينا إلا إذا كان هذا المسجد سوق أو مسجد على طريق السفر فالأفضل أن تصلى جماعة ثانية